يعني طلاب بشل المشكلة عليك اذا اشتركت بالقناة واذا شاركت هاي الرابط الى زملائك يعني والله العظيم قاعد نتعب تعب مطبيعي واليوم وبهذا الفيديو راح اشرح لكم اشلون راح تسيطر على مادة الادب للمرحلة الاولى اشلون تقدر تحصل على الكتاب والملفات ده تشوفون التعب اللي احنا قاعد بنزلينا يعني بحدود ال 500-600 فيديو مرافعين على قناتنا والله العظيم تعب مطبيعي هذا التصاميم كلها انا اشتغله اسم اسم حرف حرف واسميهن يعني تخيل لكم مية التعب ولو اقول لكم والله العظيم يعني ارباح يوتيوب ماكو الله شاهد يعني احنا اريد نسوي تجمع بفائدة للطلاب وكذلك يعني هذا صدق جاري ان شاء الله راح تكون انه زي يعني واحنا ايضا بنفس الوقت احنا دندرس دورات يعني بفلوس دورات مجانا احنا مقدمين فائدة ان شاء الله للكل اليوم راح اتحدث بياكم ان شاء الله عن شون سيطر على مادة الادب طبعا راح تلقى هذا المنشور بالوصف يعني مباشرة من تدخل بالوصف ان شاء الله راح تشوف هذا المنشور هنا طبعا عندنا كتاب الادب هذا الرابط الاول شوف كتاب الادب تقدر تحصل على كتاب الادب هنا عندك مجموعة من الملازم ملازم مادة الادب يعني مترجمة وكاملة وهنا عندك تعاريف الادب والمقدمة وهنا عندك سلسلة كاملة لشرح مادة القصائد لمادة الادب المرحلة الاولى زين عيني ومو بس هذي احنا مسوين فيديو كامل شلون تشرح مادة الادب وشلون السيطرة عليها وكذلك مسوين منشور طبعا هذا المنشور اللي تشوفه شرح لمادة الادب بشكل عام وكذلك توضيح شوف هنا اول شي بكل قصيدة شي طبيعي لازم تحفظ اسم القصيدة واسم الكاتب اذا اخوانا العزاء اهم شغلة اهم نقطة بمادة الادب شلون السيطرة عليها اولا تقرأ اسم الكاتب اسم القصيدة عفوا اسم الكاتب القصيدة شنه نوع عنوانها كذا المن اليا شاعر كذا مرات يقلك identify يعني وضح من هو القائل اسم القصيدة واسم الشاعر ثاني شي الجنرال ميننج الجنرال ميننج شنه يعني الفكرة العامة مالت القصيدة الشغلة الثالثة المعنى التفصيلي يعني تفصل القصيدة بالتفصيل وكذلك يعني مرات الاساليب البلاغية يعني يقلك يعني انطيني يعني شون نقول احنا التناقض اللي موجود عندنا بالقصيدة وحتى موجودة حتى بالادب العربي هم موجود مراتي وقلك وضح لك هذا كذا يعني هو راح يسألك عن القصيدة من القائل ليش قال ليش استخدم هذا الشي شنه الدرس الاخلاقي من القصية من القصيدة يعني يريد من عندك تشرح له بالتفصيل دين مثل ما ذكرت لك مرات عندك الدرس الاخلاقي يريد من عندك الدرس الاخلاقي مرات يريد من عندك تعليق يعني طبعا هو تعليق شنه المقصود بي يعني وشرح له القصيدة تشرح له تقول يا ابا هاي القصيدة كذا وكذا وقائل كذا مرات عندك الغرض من القصيدة يعني نية القصيدة يعني نية الشاعر شنه نيته إن شنو كانت نية الشاعر لما كتب هاي القصيدة زين كذلك الأغراض الشعرية اللي قل لي هنا هي التناقض وإلى آخره ذنه أيضا مهمات هنا أيضا مرة يقل لك identify مرة يقل لك comment يعني علق يعني إشرح مرة يقل لك وضح الاغراض الشعرية اللي هي معناها أكو عندك تناقض أكو عندك تشخيص أكو عندك كذا وهذه كلهم أيضا شارحينهم بالسلسلة اللي هسا شوفت لكم ياها على التليجرام هذي اللي نزلت لكم ياها قبل شوية تدخل على القوائم التشغيل بالتعليق السحالية بالواصف راح تشوف أول سلسلة ما الشرح لمادة الأدب المرحلة الأولى طبعا إحنا شارحينها كاملة على اليوتيوب يعني تقدر هسنتا مثلا تكتب أو حتى أعلمكم طبعا حتى أعلمكم شون تحصل على هنا تروح على قبائم التشغيل من طبعا على قبائم التشغيل بالقناة طبعا هنا راح تشوف هواي شروحات قدامك هنا أكو دورة الصوت هاي تعابير الأصطلاحية هنا اختصارات هنا اللغة مرحلة رابعة فأنت راح تيجي تدور على مادة الأدب طبعا حتى بالتليفون نفس الحالة بس بالتليفون ما راح تصير بهذا الشكل يعني راح تصير عمودي يمو وفقي ندور على مادة الأدب المرحلة الأولى مادة الأدب مرحلة أولى وينها؟ هذي وينها؟ مادة الأدب المرحلة الأولى شوف تضغط عليها شوف هذا الشرح بالتفصيل يعني حدود الخمسة عشر محاضرة شارحين القصائد أغلبهين شارحين هن كلهم فتقدر تشوف هذا الشرح وتفهمهم بالتفصيل الْكِتَابِ يَمَاكُ الْمَلَازِمْ يَمَكُ